دفاع البحرين دفاع البحرين دفاع البحرين وبعد أن أدى الخريجون القسم القانوني قام مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية بتسليم الجوائز التقديرية على المتفوقين والشهادات على خريجي دورة المتطوعين المدنيين للقوى الاحتياطية الدفعة الثالثة وقد اجتملت الدورة على العديد من المناهج النظرية والمواد العلمية والتطبيقات العسكرية والمهارات الميدانية التي أعدت للمتطوعين الخريجيين أو أعدتهم الإعداد التام والأمثل وذلك خلال اجتيازهم متطلبات الدورة بكل سهولة ونجاح والتي ساهمت في انتقالهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية بعد أن تم تأهيلهم التأهيل العسكرية المطلوب كما وتميزت هذه الدورة بالتخطيط المدروس من خلال توفير كافة احتياجاته ومساعدات التدريس والتنفيذ المتقن من خلال انتقاء أفضل المدربين لهذه الدورة المتميزة مما أدى إلى تحقيق أفضل نتائج المرجوة منها وتحويل المتطوعين المدنيين إلى عساكر مؤهلين وقادرين على مواجهة كافة الأزمات وعلى أتم الجاهزية لتلبية نداء الوطن والقيام بواجبهم في الدفاع عن وطننا الغالي في مختلف الظروف والأوقات حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين حدث وطني تاريخي لقوة دفاع البحرين جرى في الاتحاد الرياضي العسكري والذي حل برونقه الصاطع بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد الخليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية من خلال إظهار أبناء البحرين بحفل تخرجهم من دورة المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية على الدفعة الثالثة القيمة النبيلة والجاهزية العالية متسلحين بالعزيمة وقوة الإرادة ربي لك الحمد اليوم أتم من الدورة التدريبية للمتطوعين الدفعة الثالثة تضمنت الدورة على عدة فعاليات منها التدريب الميداني والمشاة والسلاح وتخللاتها كذلك المحاضرات لنشرف أن صرنا من ضمن مدرسة الرجال قوة دفاع البحرين الحمد لله تعلمنا الرماية وتعلمنا المشاة وتعلمنا معلومات عامة عن الحروب وغيرها كلها ما كنا نعارفها فالحمد لله رب العالمين الصج كانت مدة الدورة قصيرة بس مثمر وكانت مراكزة على مختلف الأقسام اللي هي بتفيدنا إن شاء الله لا سمح الله لو صار أي شيء احنا بنكون جاهزين في الصف وهذه شرف لنا طبعا وهذه أكبر شرف وأكبر إنجاز قدمناه في حياتنا اليوم أن نحن نخلص هذه الدورة ونحن نكون على أهبة الاستعداد والجاهزية في نداء الوطن في أي ظروف في أي وقت وهذه واجب علينا وإحنا فخورين بهذا اليوم والله يعلم فرحتنا اليوم ما تنوصف هذا الحماس والاستعداد بتقديم التضحيات هو لسان حال جميع المتطوعين مؤكدين على أنهم لم يتوانوا في الإيفاء بواجباتهم عبر المحافظة على أمن واستغرار المملكة أول شيء الواحد يتشرف بخدمة الوطن ثاني شيء المعلومات شيء منها من العلوم العسكرية وشيء محضرات ثقافية شيء منها أمنية شيء منها تتعلق بالأسلاح وما إلى ذلك كلها الواحد يستفيد منها خلال مشاركة في هذه الدورات حماية الوطن شرف وواجب مقدس مهارات عديدة تعلمناه وأهمها الرماية والضبط والربط العسكري والمسير والله اليوم يوم مفرح بالنسبة لي وحق باقي اللي مشاركين في القوة حب الديرة وحب أن نحن نبي نخدم في المجال العسكري وهذه شرف حق كل واحد أقول يا أخواني المطوعين الأوائل لبيت ونداء الوطن دون خذلان لبسنا لبس الشرف جيش البواسل شكرا سيدي حققت حلم المواطن جينا من شتى مجالات الأعمال نخوض دورة من دورات المعادن هزينا معسكر الرفة بكل الأشكال صراحة هذا فخر لي ولأهلي ولكل فرد بحريني أن يطلع حق قوة دفاع البحرين هذا واجب من عندنا أنا لبيت نداء الواجب وجيت وكان الشيء واجب مستانس له مفتخر بهذا الشيء ورفع رأسي هذا وقد حرصت قوة دفاع البحرين منذ التحاق الأبطال بالقوة الرديفة لقوة دفاع البحرين بإخضاعهم لمتنوع التمارين والتدريبات العسكرية ليكونوا على قدر المسؤولية بتخديم التضحيات في سبيل هذا الوطن الغالي وقد تميزت الدورة بالتخطيط المدروس من خلال توفير كافة الاحتياجات والتنفيذ المتقن بانتقاء أفضل المدربين مما أدى إلى تحقيق أفضل النتائج المرجوة منها وتحويل المتطوعين المدنيين إلى عساكر مؤهلين وعلى أتم الجاهزية تجربة حقيقية عاشها المدنيون المتطوعون المشاركون في القوة الاحتياطية لقوة دفاع البحرين ليؤكدوا على استعدادهم الحقيقي لتقديم الغالي والنفيس من أجل مملكة البحرين متى ما احتاجت إليهم طلع نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين